هل جزاء الإحصان إلا الإحصان؟ وبناء تقارير خاصة بتساعد في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب كل هذا وأكتر ممكن يتسوى بسهولة بالكمبيوتر باستخدامك لبعض البرامج بستغرب كتير لما يسمح الأهل لأولادهم في اللعب لساعات طويلة بشكل يومي على لعبة إلكترونية وبصير الواحد فيهم ما شاء الله خبير ومحترف بكل تفاصيل اللعبة لو كل هالوقت اللي ضيعوا استغلوا في تعلم أي برنامج مفيد لكان نكسب حرف جديدة ونفتح له باب رزق جديد في حياته بعض البرامج غيرت حياة ناس كتير بشكل كبير للأفضل العمل على أي برنامج محترف مش متعب ولا بده أي جهد عضلي بده منك شغف مع شوية صبر في التعلم لتصنع المستحيل باستخدامك الكيبورد والماوس مع شوية تركيز شو هو البرنامج في نظام الكمبيوتر؟ البرنامج في الكمبيوتر هو عبارة عن ملف أو أكتر مخزن فيه تعليمات خاصة بتحكي للكمبيوتر كيف يكون رد فعله إذا المستخدم سوى أي أمر معين باستخدام الماوس أو الكيبورد أو التوتش سكرين التعليمات اللي بتكونوا مخزنة في البرنامج بتكون مكتوبة بلغة برمجة خاصة مش ضروري نفهم هاي التعليمات مشان نقدر نشتغل على أي برنامج زمان كانت السيديات هي المصدر الرئيسي لتنزيل البرامج هلأ صار الإنترنت بسبب زيادة سرعته هو المصدر الرئيسي لتنزيل البرامج ومع ظهور الهاردسكات والفلاش ممري وكروت الذاكرة صارت تختفي أقراص السيدي والدي فيدي ومحركاتها مثل ما اختفت قبل هيك الأقراص المرنة خلونا نتعلم كيف نركب متصفح الإنترنت جوجل كروم على جهازنا هذا المتصفح ضروري يكون عنا ورح نحتاجه كتير بسبب ارتباطه بجميع الخدمات المجانية اللي بتقدمها شركة جوجل بنفتح متصفح الإنترنت الحالي مايكروسوفت إيج وبنكتب فيه كلمة كروم حتى نبحث عن صفحة متصفح كروم بنضغط على هذا الخيار جوجل كروم ومن هذا الموقع بنضغط على زر داونلود كروم بعد لحظات بنلاقي ملف تركيب متصفح كروم نزل هون بنضغط على زر اوبن لنبدأ في تركيب البرنامج خلونا كمان نركب برنامج الاجتماعات زوم المجاني اللي ممكن نحتاجه في حياتنا الشخصية والعملية بنفتح متصفح الإنترنت الجديد كروم وبنكتب فيه zoom.us.download وبنضغط على زر داونلود لاحظ إنه ملف تركيب برنامج زوم نزل هون بتضغط على هذا المجلد رح ينفتح المجلد اللي تخزن فيه الملف وبنضغط على هذا الرمز رح يبدأ تركيب برنامج زوم نظام وندوز بيحفظ البرامج اللي بتستخدم 64 bit بشكل تلقائي في المجلد program files أما البرامج اللي بتستخدم 32 bit فبيحفظها في المجلد program files x86 الاسم x86 أجا من سلسلة معالجات انتل القديمة واللي انتهت جميع أسمائها بالرقم 86 لإزالة أي برنامج ركبنا على نظام وندوز بنضغط right click على زر الوندوز وبنختار الأمر installed apps رح تظهر عندنا قائمة جديدة فيها كل البرامج اللي ركبناها والبرامج اللي كانت موجودة بشكل افتراضي مع نظام وندوز بنبحث عن اسم البرنامج اللي بدنا نلغي تركيبه أو بنكتب اسمه هون مشان نطلعه بطريقة أسرع بنضغط على الثلاث نقاط هاي وبنختار الأمر on install وبعد تأكيد الطلب بنمشي بخطوات إزالة البرنامج في نظام وندوز في حاجة اسمها البرنامج الافتراضي لتشغيل أي نوع ملف وإذا كان فيه أكتر من برنامج بيقدر يشغل نوع معين من الملفات نظام وندوز بيخلي آخر برنامج ركبناه هو البرنامج الافتراضي لتشغيل الملف وحتى نغير البرنامج الافتراضي لأي نوع معين من الملفات بنضغط right click على زر الوندوز وبنختار الأمر installed apps بعدين بنضغط على كلمة apps وبنختار الأمر default apps وبنكتب النوع اللي بدنا نغير برنامجه بنضغط هون وبعدين بنختار البرنامج المطلوب لفتح نوع الملف اللي كتبناه أحياناً نحتاج لضغط مجموعة من الملفات والمجلدات في ملف واحد أو بيجينا ملف مضغوط جواته ملفات ولازم نفتحه خاصية ضغط الملفات والمجلدات وفك الملفات المضغوطة صارت موجودة بشكل افتراضي في نظام وندوز حتى نضغط مجموعة من الملفات والمجلدات لازم في الأول نختارها وندغط right click عليها ومن خلال قائمة الأوامر اللي بتظهر نختار الأمر compress to zip file وبشكل سريع رح يظهر عنا ملف جديد مضغوط في كل الملفات والمجلدات اللي اخترناها وحتى نفيك ضغط أي ملف مضغوط نختار الأمر extract all ضغط الملفات والمجلدات في ملف واحد رح يحميها من التعرض لأي فيروسات وبسهل علينا نسخة وإرسالها بالبريد الإلكتروني حتى لا يكون هذا المقطع طويل زيادة عن اللزوم خلونا ننهي هذا الفيديو لهون في الفيديو الجاي رح نحكي بمشيئة الله عن أهم برامج نظام وندوز اللي بتكون نازلة فيه بشكل افتراضي والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر